أبو سعيد يقول من له حق في ميراث منذ سنوات لكنه لم يستلمه إذ لم يقسم بعد فهل تجب عليه فيه زكاة علما أنه لا يعرف نوعه أنقد هو أم عقار أم ذهب وإن كان الذي له من ميراث بلغ النصاب فهل يزكيه بأثر رجعي لسنوات فائتة وهل يجوز له أن يؤخر دفع ما عليه إن وجب حتى يأخذ نصيبه مجموعة سلا يعني هدانا الله وإياه كيف نجيبه عن هذا السؤال هو نفسه مستحق للميراث لكن لا يعرف شيئا عن هذه التاركة كيف سنجيبه إن كانت تجيب فيها الزكاة أو لا وهو لا يعرف هل بلغت النصاب أو لا تبلغ النصاب وهل هي في أعيان مزكاة أو ليست في أعيان مزكاة فليتعرف على ميراثه وبعد ذلك ينظر هل سائر الورثة أو القيم على هذه التاركة يؤدي الزكاة إن كان أموال هذه التاركة مما تجيب فيه الزكاة أو لا فهذا سؤال يعني لا يمكن الجواب عنه بهذه الكيفية عليه هو أن يتبين طالما أنه صاحب حق في هذه التاركة ما نوع هذه الأموال هل تؤدى عنها الزكاة لما أخرت قسمتها كل هذه المدة و طالما نصح أهل العلم بأهمية المبادرة إلى قسمة التاركة و توزيعها على أصحابها بحسب ما كتب الله عز وجل لهم من فرائض لأن في تأخيرها الكثير من المشكلات منها مثل هذا النوع قد يكون المرء بمن تجيب عليه الزكاة أو يستتم نصيب أمواله بما يقول إليه من التاركة فتجيب عليه الزكاة و يضل سنوات وهو لا يعرف ذلك فيفوت فريضة و قد يكون بعض الورثة في أمس الحاجة إلى أنصبتهم لفك كرابهم و لاستعمال ذلك الأموال فيما يحتاجون إليه من أمر معاشهم فلما تحبس عنهم حقوقهم فهذه قضية لكن المسألة المتعلقة بالتزكية لا بد أن يأتي بتفاصيل حتى نعرف الحاصل إجمالا المال إن كان لم يقسم و أنصبة الورثة في هذه التاركة على الشيوع فيعامل معاملة المال الواحد إذا كان الميت خلف تاركة و عزل مقدار الزكاة أو الأموال للحساب للزكاة ثم اختاره الله تعالى فإنها تزكى عن الميت ثم بعد ذلك فيما آل إلى الورثة إن تركوه هكذا مالا واحدا و لهم أنصبة فيه على الشيوع يعني معلوم أن للزوجة كذا و للأولاد كذا ذكورا و إناثا لكن هذه الحصص غير محددة في الأموال و في نوع هذه الأموال فأنصبتهم إنما هي على الشيوع يعامل معاملة المال الواحد لأنه الخلطة هذه أقرب إلى خلطة المال الواحد فيعامل معاملة المال الواحد و يزكى إلى أن تكون القسمة من علم ماله و علم نصيبه تحديدا فإنه حينئذ سيعامله معاملة المال الخاص فيزكيه بحسب شروط زكاته هو هذا ما يتعلق بفقه تزكية التركات إجمالا و الله تعالى أعلم و قبل القسمة يكون الزكاة على الوكيل هو الذي يتولى نعم القيم على التركة جميل